موسيقى السلام عليكم وهلي فيكم فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن التسريبات الفيديو هذا سيكون بس تسريبات على نينفون الجديد والiOS 14 دقريبا هذا الفيديو الثاني للتسريبات او الفيديو الثالث فإذا كنت تعرف كل التسريبات لحق الايوس 14 وتكلمت عنه في الفيديو الاول ففتح الغنارة حق التسريبات الاول وتكلمت عنه وتنزل حق الكل كل شي والايفون 12 يمكننا حين سايده السابع عشر فيديو تسريبات فما راح تكلم عن تسريبات كلها اللي تكلمنا عنه من قبل عن المعالج تكلمنا عن 5G تكلمنا عن قوة الكاميرات تكلمنا عن البطارية تقريبا تكلمنا عن أشياء كثيرة فخلاص تبي تشوف لازم تشوف ما بيعيد كل شي فخلو نبدأ كبداية حين في تسريبات تأكدت الكل يعرف وتكلمت عنه برضو من زمان ان في شهر خمسة ابول تأكد نوع الجهاز او شكل الجهاز ابول عندها هكذا جهاز حين من نهاية السن لراحت وعندها هكذا جهاز ممكن اربعة وخمسة في المقر حقهم وفي هذا الوقت تأكد شكل الجهاز في شهر خمسة وخلاص نأكد كل شي تسريبات طلعت لحق الاكواد لأيوس 14 نسوكت لها فيديو الفيديو الاول تكلمتكم عنه والحين برضو تسريبات ثانية او اكواد ثانية لحق لأيوس 14 وطلعت تسريبات لحق الكاميرا لحق الايفون جريد والايدار يأخذ لك او يأخذ لك بعض الجهاز طلع لك الار تكلمتنا عنه في فيديو الريفيو لحق ايباد برو المهم انه مية في المية سينزل في الايفون فاطلعت تسريبات في الاكواد الايوس 14 حق شكل الكاميرات الكل يعرف ان ثلاث كاميرات موجودة لحق الايفون 12 الشكل ما بعجبني في التسريبات انه يكون كاميرا في الزاوية تحت كاميرا فوق كاميرا يمين والايدار رح يكون تحت هنا والفلاش رح يكون في الوسط والمايك يصير في الوسط فما بعجبتني الحركة مثل ما تشوفون في الفيديو ليش لان انا عجب لي اندي الحركة الكاميرات ثلاث كلمة تقرب علشان مثلا ان تتصور فيديو التحويل بين الكاميرات يكون افضل يعني تخيل انك تحول مثل بعض الشركات من كاميرات بالطول فاولي اصور فيديو لو احول من الكاميرا لفوق للكاميرا لتحت فنفسك مثلا قاعد اصور فيديو بحول الحين بحول 2x فجأة تشوف انت متوجه لشكل او ذالشي قبالك فجأة غيرت تشوف نفسك شوي زاحف على جميع فهذا السبب من الاسباب اللي عجبت ان ثلاث كاميرات والمسافة بينهم كلهم متشابهة فما ادري ابل شو تسوي قدام فا اتمنى انه ما تسوي ذي الحركة اللي مطلعتها لكن نشوف قدام شو يسير حتى لو انه بمسافة ذليلة لكن في الفيديو هام شي ثاني حاجة ابل ممتازة بالحركات ان تسويهم الكاميرا الاول والكاميرا الثانية والكاميرا الثالثة يكون كلهم 12 ميجابيكسل كلهم لضاءة نفس الشاشة لجي تتحول مع بعض الشركات انك تصور بكاميرا شو يتحول في نفس الفيديو وشو يتغير لضاءة تغير دقة الالوان تغير سطوع الالوان او شارب نسل حق الالوان او لا شيء في الحق التصوير فابل حلو انه بالحركات كلها وبرضو طلعت التسيربات ان الكاميرا الثالثة اللي نزلتها في الايفون 11 برو اللي هي الالترا وايد راح تتعدل الكل يعرفوا اللي عنده اجهزة الايفون 11 برو وبرضو الالوان اللي جيت بتصور في الايترا وايد حلوة وممتازة في الشمس برد اضاءة حلوة لكن خش البيت في اضاءة من خفض فطلعت التسيربات انها راح يكون كاميرا افضل وان شاء الله برو تسويها ومية في المية راح تسويها لانه لو كانت بتحسن شيء في الايفون همشي الالترا وايد وبعدها خلاص كنسلنا في التحسينات الكاميرا خلوها خلاص نشوف لكم حل في الكاميرا او قيروا الموضوع له وبرضو لو نشوف نفس التسيربات لو نشوف الجهاز اللي محطوط لو تقرب عليه شوي راح تشوف الحواف حقته نفس حواف الايباد نفسه فاللي موجود الان تشوف انه مبحق نفس حواف الايفون لو بطعمه في الجم تشوف انه واقف فتوقع انه مية في المية راح يكون حواف حادة نفس الكيس اللي عندي هذا الموجود نفس الايفون 5 لو نقدر نقول الفرقص في الحواف راح يكون كده حاد فتوقع اكتر الاشخاص يتملون ذا الشيء مشى حركة حلوة وبرضو لو ندقق في الصورة لو تروح لحق الباور الباور اللي عندنا كبير باعتبارا لحق الاجهزة الغديمة الباور كبير فلكن نحن لو نشوف الصور ونقرب تشوف ان الباور صار اطول وزر الباور فحس انه افضل لانه مقارنت بالايفونات الغديمة وهذا الايفون بالنسبة لي افضل ان الباور كبير فاقدر اوصله بصدعي وبرضو الى الزرار فالجهاز الجديد توقع انه بشكل حقه مكبره والسايلنت مغيره مكانه طلعت تصيرات كثيرة انه راح يكون فوق متاحات احنا ما تغير في نفس التسريب اللي طلع الصور اللي حق لك وادتي فالفوليوم اب ما توقع انه اذا كبرت ابل فهذا دليل انه ايفون الجديد 12 وبرو ماكس سمع انه راح يكبر حجمه وتكلمنا عن الحجم الجديد اللي راح يكون اللي هو 6.7 انش فراح يكون كبير اكبر من هذا اللي موجود فالشي طبيعي انه لا صار كبير يبقونك تضغط الزر بسرعة فمع المسافه حقتك حين لو انك تضغط الزر هذا يوصل لصوبع كنا اكبر بيكون اسهل لك ان الزر ينزل او ان يكبرون بس يكون اسهل لك انك تضغط الزر فحركة حلوة طبعا ما لاحس يكبرون بس في الجهاز الكبير الازرار راح يكبرون في الجهاز كلها الجاية فشي موفق شي ممتاز تقريبا هذي الاشياء اللي من الديزاين اللي طالع لنا في التسيربات لا ما بكل شيء لو تركزون تقربون تقربون شوي راح تشونوا النوتش صغر هذي الاشخاص اللي يبونها طبعا انا حاسس في هذا الشيء وحاسس فيه من زمان ان ابل راح تغلل النوتش او تكنسل الحين ليش لان ابل من نزلت النوتش في الايفون 10 وعطت خيار المطورين ان يدعمون البرامج حقين بالنوتش تكلمت عنه في السناب شات اللي يشوف السناب شات تكلمت بتفصيل ليش ابل على تكلم الناس ان اوه ابل مبرضي تكنسل النوتش شركات ثانية كنسلتها ليش ابل مبرضي تكنسل عشان تحافظ على البرامج حقينه وتخلي المطورين يدعمون النوتش وعطتهم سنتين ان يدعمون النوتش والان اجباري يدعمون النوتش نهاية هذا السنة في شهر 9 وكان هذا الشهر في ايبرل عطتهم هذا اخر خيار لكم او اخر وقت ان يدعمون النوتش لكن مددته على حسب المشاكل يدعمون النوتش فهذه السنة كل البرامج في متجر البرامج لازم يدعمون النوتش اذا المبرمج مدعم النوتش فابل راح تحذف البرنامج حقين ما راح يشتغل عندك البرنامج فالمبرمجي لازم يدعمونه حين خلصت ابل منذ الخيار الخيار الثاني ينزل حين ان تصغر النوتش وتبدأ عطيهم خيار ثاني سنتين انا ثلاث سنوات قدام يلين تطورون ويصلون حق مرحلة ان يسووا مثلا الكاميرات تحت الشاشة وما تباين فمن الان الى سنتين درها السنوات ما دري متى لكن راح نعرف قدام اذا عرضتهم الخيار اذا بسقرة النوتش راح تعطيهم مسافة مثلا سنتين تقول لهم ان عندكم الوقت هذا يلين تدعمون النوتش الصغير اذا تجين في ذاك الوقت خلاص ابل راح تسوي شي ثاني ممكن تكنسل النوتش كامل فحب حبك اذا ليش شركات ثانية في الاندرويد ولا شركات ثانية ما تقدر تحدد ذا الوقت ما تقدر مثلا جوجل تعطيهم وقت معي لان في شركة عندها نوتش في شركة عندها دامعة في شركة ثغف الجامب فهذه الأشياء المبرمج يتوهق فبعض البرامج شونه بالاندرويد ان البرنامج مثلا او الكلام تحت الكاميرا يسوي كراش من البرنامج فالاشيادة كلها ابل ما تبي توصل لها ابل ما تبي تنزل الجهاز اليوم نوتش وبعد بكرة ما في نوتش فالمبرمج يسوي بالنوتش لابدو النوتش فباش يادة كلها تسوي خلل في برامج ابل ما نزل 5S يوم خلوه 64 بيت اعطت المطورين تقريبا كم سنة ثلاث سنوات لان ايو اس 11 تقريبا او اس 12 بعدها اي برنامج مدعم 64 بيت ما رح يشتغل وصلنا الردي يعني اندي كذا برنامج قل ان البرنامج هذا مدعم 64 بيت فتابي كلم المطور خلي دعمه هذه حركة جريئة من ابل شركات اخرى لا تقوم بعملها شركة اخرى حطت 64 بيت لكن في برامج كثيرة في المتجر حقهم دعموا 64 بيت لكن في بعض البرامج الى الان تشتغلها 32 بيت ما عندها الجرأة ان تتوقف ذلك المهم خلصنا من الديزاين خلصنا من كل شيء خلصنا من النوتش فمبروك لاشخاص اللي لا يريدون النوتش فالتسريب هذي طالع من اكواد لايو اس 14 انما رح يكون فيه نوتش او رح يصغر نوتش بشكل ملحوظ يعني طيب برضو التسريبات هذي الحق الايفون 12 الايفون 12 قلنا لكم 5.4 انش و في كاميرتين و رح يدعمل 5G على الاي 14 المعالج والاي 14 والنوتش رح يكون صغير والجهاز رح يكون المنيوم رح يكون اوليد برضو و رح يكون اللي تبون برضو ما ردي يعلم تسريبات مثل ما تكد من بداية رح يكون مني لد و لا و لا لا يكن سامسونج بل انا ما ندري و هذا الحق 12 فيه نسخة ثانية 6.1 انش و فيه نسخة ثالثة 12 برو تكون 6.2 انش برضو لكن البرو رح يكون ثلاث كاميرات بدي الكاميرا واحدة و فيها الليدار برضو و برضو النسخة الاخيرة رح تكون ايفون 12 برو ماكس رح تكون 6.7 انش رح تكون كبيرة مرة بيكون فيه A14 بيكون فيه 5G بيكون اوليد او مني اوليد الان ما تأكد رح يكون ثلاث كاميرات زائد الليدار ف حلوة يعني رح يكون عندنا ايفون 12 5.4 كاميرتين 6.1 كاميرتين 12 برو 6.1 ثلاث كاميرات مع الليدار و اخر واحد 6.7 ثلاث كاميرات مع الليدار ف خلصنا اللاين و خلصنا كل شيء و نجي لحق الشيء الرئيسي نحن عرفنا الميزات كلها من هو ال اي او اس طلعنا فيه ثلاث كاميرات و لايدار و طلعنا فيه نوتش كلها تستيربات ال اي او اس 14 ال اي او اس 14 مثل ما نشوفه حين هنا توقع انه قبل افتحت المجال اكثر لحق الوالبيبر او ورق الحائط انه مثلا تسوي اكثر لحق ورق الحائط مثل ما نشوف تقدر تغير فيها شوية الوان من تحت الدار كتاب تغير فيها الاشياء تشوف الورق الحائط مثلا في الهوم سكرين في اللوك سكرين بد انك تضغط وتحطها تتخيلها بعدين فشوي فيه اكثر تقدر تلعب الخلفيات اكثر لحق الورق الحائط فحركة حلوة و برضو فيه اشخاص كثار يبني ذا الشيء انه حين الوجت ستقدر تحط هم في البرامج فعلى سطح المكتب البرامج ستقدر تحط وجت عندنا حين الوجت نقدر نحطهم بخيار واحد انك تسحب الشاشة في الجنب مثل ما تشوون هذا الوجت عندي البينا عندكم ولا لا فالوجت ستقدر تحطهم هنا لكن الوقت سيكون على البرامج نفسهم هنا تقدر كيفك تحط اي جهة في البرامج هذا الشيء يدل على الايفون الجيد سيكون 6 رام فشيء حلو توقع مين في المئة سيكون 6 رام لا اذا اضعوا هذا الشيء وثاني حاجة اذا اضعوا كاميرات فلازم يجب ان يجب ان يزيادة رام لكي يتحمل اشياء العتاد اللي سيضعونه كاميرات اربع كاميرات كل ما تزيد لازم يزيدون من الشياء لكي يتأغلم يكون ممتاز يكون اداء نفس الاداء اللي موجودة عندنا برضو في الايفون 14 طلع خبر ان يخلي المبرمج لرفع البرامج حق فابستوري يخلي الشخص قبل ما يشتري مثلا قبل ما يحمله يحط بركود مثلا ويقدر اللي يشتري مثلا المجاني يقدر مثلا يضغط عليه ويشوف البرنامج ويستخدم جزء من البرنامج قبل ما يحمله فحركة حلو انك مثلا بالعربي انك تقدر تستخدم برامج قبل ما تحمله او تحمل جزء من البرنامج فكذا قبل ما يحمله يدعن جزء من تتخدمه وتحمل جزء من البرنامج وشيء هل يعجبك حلو حركة حلوة في الايفون 14 تقريبا هذه كل التسريبات فشاركوني في التعليقات ما الذي تتمنونها في الايفون بطارية كبيرة خلصنا منها في عم بobyl 5G ان شاء الله سيضع ويجعلون أمضى ويجعلون اي 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 اتيرتين نعم بشركة اولا نعم بشكل تمنون ها في الجهاز سيصقرونه لا تقول سيكسلون النوتش لانه فاستنظر الموجود في الجهاز لا يضعونه لازم يكون في النوتش يمكن لا صعبه انه يخلون البازل اكبر لكن نفس في الايباد برو لانه الحواف الموجودة في الكاميرات في كل شيء لانه حواف ملاءم لجهاز لانه في الايفون صعب انك تكبر الحواف كان جهاز غديم بالزر من تحت فكتولي تعليقات الشيء اللي تتمنون وفي نهاية الفيديو هاد حسابي في سناب شات اتشرف باضافتكم ولا تنسون اشترك بالقناة ونشر المقطع عمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون افضل دعاكم والسلام عليكم